لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة ابن حجر بيخالف إجماع أهل السنة والنهاردة هنستكمل ربط الولماء على ابن حجر في نفي استواء الله على العرش وهفكركم بالحديث وأستعرض بعض أقوال الولماء اللي احنا قلناها في الحلقة قبل كده ونستكمل باقي الولماء بسرح البخاري كتاب الصلاة بأبواب استقبال القبلة باب حق البزاق باليد من المسجد عن أنس بن مارك أن النبي رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤية في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاة فإنه يناجي ربه أو أن أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم كما قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبسق فيه ثم رد بعده على بعض فقال أو يفعل هكذا الحفظ بن حجر رح قال لنا وفيه الرد على من زعمه إنه على العرش بزيته أي حديث إن ربه بينه وبين القبلة طبعا كان حكم ابن تيمية من لم يقول إن الله فوق سمواته على العرش بيئ من خلقه وجب أن يستتاب فإن تابع وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مسبلة لألا يتأذى به أهل القبلة ولا أهل الزم وشفنا كمان رد الشيخ سليمان بن النصر العلوان على ابن حجر أكد إن ابن حجر بيشرح صحي البخاري على طريقة الأشاعرة وإنه بيأول كتير من الأسماء والصفات وإنه بينكر العلوة وقال إن اللي ينازع في الموضوع ده استفردت به الشياطين وشفنا رد الشيخ البرق الشيخ البرق قال إن ينفي حقيقة استواء الله على عرشه وهو علوه وارتفاعه بذاته فوق العرش العظيم هذا مذهب المغطلة من الجهمية وبدل ما يكفر ابن حجر رح قال إيه عفا الله عنه ونهاردة هنستكمل رد الشيوخ من القتب على ابن حجر فأول كتاب هنروح نشوفه أول مرجع يعني هنشوف الإمام ابن خزيم قال إيه في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث يقول لنا كده الإمام ابن خزيمة وهو طبعا الإمام المشهور صاحب الصحيح بيقول لنا من لم يقل بأن الله عز وجل على عرش قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه يعني ابن خزيمة بيقول كافر بربه والبراق يقول ابن حجر إيه عفا الله عنه والشيخ الحزيمي أفكركم كان بيقول إيه من أنقر الزات فهو كافر وليس بمسلم لأنه مخالف للقرآن والسنة والإجماع والبراق يروح يقول لنا إيه عفا الله عنه وبعد ما نشوفنا رد الإمام ابن خزيمة هنشوف رد ابن تيمية في مجموع فتاوي يقول لنا إيه يقول لنا طبعا الحديث اللي بيقول إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبسك قبل وجهه حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي بل هذا لوصف يثبت للمخلوقات فإن الإنسان لو إنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر كانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه يعني ابن تيمية ابتدى يفترض مثلا علشان يقرب الفكرة إن لو واحد هيكلم مثلا الشمس أو هيكلم الأمر برغم إن مثلا الشمس في السماء هي برضو هتكون قدام وشه وهكذا القمر أو السماء ويكمل يقول لنا إيه ويقول لنا ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وخاطبه إذا قدر أن يخاطبه لا يتوجه إليه إلا بواجهه مع كونه فوقه فهو مستقبل له بواجهه مع كونه فوقه فكذلك العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه وهو فوقه فيدعوه من تلقائه لا من يميني ولا من شماله ويدعوه من العلو لا من السفل وحين طبعا يعني بيقول إن معروف إن اللي هتوجه للقمر اللي ناجيه يتوجه إيه هيتوجه بواجهه ويكون مستقبله بواجهه مع إنه فوقيه ونفس المثل ينطبق على الله وقال الشيخ ابن عسيمين برضو الدليل على إن الله قبل واجه المصلي هيقول لنا إيه إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق قبل واجهه فإن الله قبل واجهه وهذه المقابلة سابتة لله حقيقة على الواجه اللائق به ولا تنافي علوه والجمع بينهما من واجهه إن الإجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق كما لو كانت الشمس عند طلوعها فإنها قبل واجه من استقبل المشرق وهي في السماء فإس جاز إجتماعهما في المخلوق فالخالق أولى إنه لو لم يمكن إجتماعهما في حق المخلوق فلا يلزم أن يمنع في حق الخالق لأن الله ليس كمثله الشيء وطبعا ده في فتاة ابن الرسلين طبعا نسمع كده كمان شيخ صلاح السندي هيقول لنا إيه في التسجيلين اللي كانت وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك إن إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه مقصود بقبل وجهه يعني أن الله عز وجل يقابله سبحانه وتعالى بكيفية الله أعلم بها فنحن نعتقد أن الله عز وجل يكون قبل وجهه المصل إذا صلى أما كيف ذلك فالله أعلم كيف يكون وبالتالي فإن من الأدب أن لا يبصق الإنسان يبصق يعني يبزق يعني يتفل قبل وجهه ولا معارضة في هذا ولا تناقض مع أدلة العلو فإن الله عز وجل عال على خلقه مع أنه قبل وجه المصل وإذا كان المخلوق أمكن أن يكون عاليا مقابلا فكيف بالخالق أنت الآن تقف أمام الشمس أو القمر وتقول الشمس مقابلة لي أو القمر قبل وجهه مع أنه عال عليك فالله عز وجل إذا أمكن هذا في حق المخلوق فالله عز وجل من بابي أولى وزي ما سمعنا الشيخ صالح السندي فسر معنا قبل وجهه إن المصلي هيكون الله قبل وجه المصلي إذا صلى بكيفية الله أعلم بها واستشهد برضو بالآمر والشمس برغم أنهم مخلوق أمكن أن يكون عاليا وفي نفس الوقت المقابل وإن أمكن في المخلوق فإن الله عز وجل من باب أولى وخلينا كمان نشوف ابن حجر بيخالف الأئمة في اعتقادهم فأول إمام هنشوفه الإمام أبو زرع الرازي والإمام أبو حاتم ودول إمام خراسان ممكن ترجعوا الحلقة الثانية أنا اتكلمت عنهم بالتفصيل وكانت بعنوان الشيوخ التي كفرت البخاري وهننقل كلامهم من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام لله الكائي بيقول لنا إيه قال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرع عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان مسهبهم يتكلم شوية بيقول إن الله عز وجل على عرش باء من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف أحاط بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وده الإمام أبي زرع وأبي حاتم بينقله الإجماع في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا وكمان خلينا نشوف الإمام ابن بطة العجبري الشيخ الحنبلة بيقول إيه الزحب يقال عنه في مختصر علوه كان ابن بطة من كبار من الأئمة زه زهد وفقه وسنة واتباع وقال في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية باب الإيمان بأن الله على عرشه باء من خلقه وعلمه محيط بخلقه بيقول أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته باء من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه ولا يأبى ذلك ولا ينكر ذلك إلا من انتحل مذاهب الحلولية وهم قوم زاغت قلوبهم واستهوتهم الشياطين فمرقوا من الدين وقالوا إن الله ذاته لا يخلو من مكان طبعا الكلام ده في الإبانة وكمان خلينا نشوف الحافظ أبو نعيم صاحب الحلية بيقول إيه في كتاب الاعتقاد بيقول طريقتان طريقتان طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجمع الأئمة هم اعتقدوا أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة ولا يزول ولا يحول وإن طبعا هتكلم شوية وبعدين قال وإن القرآن في جميع الجهات مقروء أو أن الأحاديث التي ثبتت في العرش واستواء الله عليه يقلون بها ويثبتونها من غير تكيف ولا تمثيل وإن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستوع العرشه في سماءه دون أرضه وهنا طبعا دي مش حقيدة بس الحفظ أبو نعيم ولا ده إجماع ومش بس ومش طريقته هو بس لا دي كمان طريقة السلف وأنا نقلت إجماع السنة من أكتر من عالم وإبن حجر بيخالف كل دول وبيخالف الإجماع دلوقتي أنا هعمل ملخص للحلقة بعد كل أراء العلماء والأئمة دي وفي غيرهم كتير إزاي بتقبله إنكار ابن حجر لإستواء الله على العرشه بزيته وهو بكده بيعتبر من المبتدعة وكافر وغير مسلم وجهمي عفى الله عنه على رأي الشيخ البراك إزاي تاخده شرح صحيح البخاري اللي هو أعظم كتاب بعده القرآن من ابن حجر وهو بيخالف إجماع أهل السنة وخليكم معايا تابعوني الحلقة الجاية مع مفاجأة لابن حجر والتفويد لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقله أنت ما نقبل بعقله وإذا يرد بعقله وإذا ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ونعوبة بينحاقون المسا اشتركوا في القناة